مو دعبا يا قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة حامل مقارنة ما بين عمالقة انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي هايلو اي اي وكلينج اي انتو عارفين انا من اشد المعجبين بكلينج اي وفي الفترة الاخيرة هايلو اي اي وتحديثات رائعة من خلال الموقعين ممتازة جدا كلمنا عنهم بالتفصيل وجربناهم بالتفصيل ولكن بناءا على احدى التعليقات اللي جات لي وهي يعني ان احنا نركز على المقارنة عملية المقارنة ما بين العمالقة بشكل عام في انتاج الصورة او في انتاج الفيديو او في انتاج الصوت النهاردة احنا حنشوف الفرق ما بين الاتنين من ناحية النتيجة حنستخدم امر ونبتدي ان احنا نعمل بي فيديو باستخدام هايلو اي اي وايضا باستخدام كلينج اي اي ونشوف الفرق ويلا بينا نبص على اول حاجة معانا هايلو اي اي دوت فيديو وحطتلك طبعا الروابط في الوصفة أسفل الفيديو زي ما انتو شفتوا الفيديو السابق كنت متكلم عن النموذج الجديد من هايلو اي اي النموذج الخاص بي الدايركتور والبروفيشنال سينيماتيك سينز المشاهد السينمائية وشفنا قد ايه النتائج بتاعته جيدة النهاردة انا حاجرب هذا الموديل بانه هو افضل موديل انا شايفه حتى الان من هايلو اي اي ببتدي اخش على create ومن create هلاقي image to video وtext to video وsubject reference انا هاختار text to video وبتدي احط الامر بتاعي والمشاهد ده مشاهد سينيمائي بيكلم عن كورة ضخمة dark sphere دي بتنزل على الارض وبتبتدي انها تشيل بقى في طريقها حاجات كتير المهم المشاهد السينيمائي ده انا حسيت انه هو هيبقى مناسب معايا اكيد موديل سينيمائي وهو التيتو في او وان دايريكتور هبتدي هنا ايه ازبط حركة الكاميرا من هنا انا مش هنا الانهانس بتاع البرومت ممكن تسيب الانهانس منت زي ما هو وممكن لو عملنا كده خلاص احنا ما فعلناه واش انا حسيبه زي ما هو مش عايز ايعمل انهانس منت على الامر مش عايز ايحسلي الامر هبتدي ادوس على insert camera movement اضيف حركة للكاميرا احنا اتفقنا في سينيماتوك في free selection اه هنا ممكن مثلا هاختار ال stage right وبعد كده هاختار ال quantity واحد وبعد كده هدوس generate وحيبتدي يولدلي الفيديو لحد ما ينتجلي الفيديو هبتدي اروح لclang AI بنفس الامر عشان اولد الفيديو هبتدي اروح على clang AI clang AI هروح من AI videos ابتدي ان اختار text to video علشان احط الامر بتاعي هنا بقى في the text to video في clang AI مفيش camera movement هو اللي بيحركها انا جربت مع 1.6 قللي unavailable وايضا مع 1.5 مفيش هنا حركة وهنا negative prompt لو مش عايز حاجة معينة تظهر عندي في الفيديو وهنا عندك بقى الميزة ال professional mode وال standard mode في ال professional mode عندك 5 seconds وفيه 10 seconds مش عارفة ليه بحسة ان في ال professional mode بالرغم من اول مفتدي يكون professional mode ايضا 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 ما يفضلش ان انا ازود اكتر من 5 seconds بحس ان بيبقى فيه في النص كده الانتقال مثلا في الحركة من حركة لحركة بفيها حاجة كده مش مزبوطة فعشان كده في professional mode يفضل ان انا اخليها 5 seconds وهنا ال aspect ratio 16 لتسعة وبعد كده حتدي اعمل generate طبعا لو خدت بيالك في الفرق clean gi ai شوية متنوع فيه ميزة حلوة في file AI الموضل الجديد بتاعها ولكن لو بصيته فيه كمان reference ان انت ترفع صورة وتخلي الشخص اللي في الصورة يبقى هو اللي موجود في الفيديو ولكن هنا في clean gi ai هنبص نلاقي ان انت تقدر تختار ما بين كذا mode aspect ratio زي ما احنا شايفين ما فيش طبعا هنا حركة كاميرا هناك في حركة كاميرا في lip sync ان هو يتكلم الشخص في الفيديو فيه شوية مميزات حلوة في clean gi ai لكن تعالوا الاول نبص على الانتاج الخاص بالفيديو بتاعنا حبتدي ان انا اقول generate ونشوف النتيجة طبعا هرجع اقولك ان انا في clean gi ai انا باستخدم الخطة المدفوعة فعشان كده باستخدم ال professional طبعا في هايلو اي انا باستخدم الخطة المجانية ولكن زي ما انتو شايفين ال director موجود في الخطة المجانية انا في الاخر خالص عايز اقف على final result النتيجة النهائية يعني ابص للفيديو واشوف الفيديو هل هو فعلا جيد ولا لأ بالنسبة لي الانتيازات اللي موجودة في clean gi ai وفي هايلو اي انا اتكلمت عنها بالتفصيل وبصراحة clean gi ai الجزء بتاع ال elements ان انا ارفع كذا صور اعمل منهم فيديو ده ممتاز جدا وتكلمت عنه بالتفصيل انا حط لك الفيديوهات دي كلها الرابط بتاعتها في الوصفة اسفل الفيديو ايضا اتكلمت عن التحديث الجديد الخاص ب clean gi 1.66 اتكلمت ايضا عن جزء المتعلق بالريفرانسز كل ده اتكلمنا عنه ايضا بالنسبة ال hi lo ai تعالوا نشوف جودة الفيديو بعد ما يتم انتاجها بواسطة clean gi ai ونرجع بقى ال hi lo ai ممكن يكون الفيديو تم انشاؤه والفيديو تم انشاؤه وتعالى نبص كده للفيديو بالراحة خالص انا حابة ان انا ايه ابص كده على الفيديو من الاول بص الحركة كرة نازلة شايفين ده بالضبط الوصف اللي انا طلبته سينيماتيك اتصاق في الحركة فيش اي مشكلة فيش حاجة مش طبعية من المفترض لو انتو خدتوا بالكو الكورة وهي نازلة في انعكاس الدوق عليها من هنا شايفين الدخان الاسود لا بصراحة حاجة في منتهى الجمال بعد كده بتبتدي يتحمل وطبعا بينزل بالووتر مارك لان انا هنا فيه على الخطة المجانية وعلى ما يتم انشاء الفيديو بكلينجي اي هبصة لقي ان ال subject reference تعتبر ميزة ولها الموديل الخاص بيها ال image to video ايضا له الموديل الخاص بيه هتلاقي في ال text to video فقط ال director model هنرجع لكلينجي اي فاضل 6 minutes خدت بالك ان هو فايلو اي اي انتج لي الفيديو بسرعة بالرغم ان انا في الخطة المجانية اه كلينجي اي هنشوف النتيجة لان ساعات بيكون التأخير مفيد لي النتيجة النهائية انا على الخطة المجانية ومع ذلك لسه فاضل 5 minutes لحد ما الفيديو يخلص يخلص تعالوا نبص على فيديوهات تم انتاجها قبل كده باستخدام كلينجي اي ده فيديو من الفيديوهات ايضا ده فيديو كنت انتكته من قبل وده فيديو تم انتاجه من قبل هو بصراحة كلينجي اي انا شايفة ان هو جيد جدا في الفيديوهات يعني انا شايف ان هو حلو جدا وحركة فيه حلوة بس احنا هنشوفه النهاردة بنفس الامر النتيجة عاملة ازاي فيديو زي ده من الفيديوهات الجميلة برضو قوي اللي انا عملتها رائع بصراحة بصوا التفاصيل بصوا الويندو الطبيعة اللي وراء النوافذ المكتبة الليفنج روم مثلا دي اعتبرها قوضة للقراءة مش عارفة ولا للمعيشة بس بصراحة هي ممتازة جدا انا عشان كده بصراحة بحب كلينجي اي انحياز شوية يعني ولكن انا بعمل معكم مقارنة بنفس الامر وهنشوف في الاخر النتيجة باستخدام كلينجي اي هتكون عاملة ازاي والنتيجة هتكون صالح مين بغض النظر عن الفيتشرز الجديدة الموجودة انا ما بتكلمش عن المقارنة في الفيتشرز انا بتكلم على النتيجة بتاعت الفيديو تم توليد الفيديو باستخدام كلينجي اي وبص جمال الفيديو المنتج باسطة كلينجي اي زي ما احنا شايفين الفيديو انا شايفة ان جودته افضل من الديريكتور ماضل الموجود في هايلو اي 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 معرفش هل انت متفق معي ولا لا يريد اسمع رأيكم في التعليقات لان رأيكم بيهمني زي ما احنا شايفين النتيجة رائعة صحيح انا مستخدمة البروفيشنال مود هي لكن انا مستخدمة الديريكتور مود في هايلو اي اي النتيجة زي ما احنا شايفين داخل كلينج اي اي رائعة جدا جدا وهحط لكم دلوقتي الفيديوهين جنب بعض وهتشوف الفرق وأكيد حب أن أنا أسمع رأيكم في التعليقات ده كان مقارنة سريعة مش مقارنة في الفيتشارز على قد ما هي مقارنة في الجودة وفي النتيجة لأن هنا كل واحد له موديلز مختلفة بيستخدمها وبالتالي إحنا في الآخر خلص بنحكم على النتيجة النهائية اللي تهمني أنا كمستخدم في النهية أتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة لو هذا النوع من الفيديوهات نالعلى أعجابكم ورضاكم ياريتك تكتبولي في التعليقات زي ما أقولك في نهاية كل فيديو لا تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الأعزاء لا تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته